روح القدس الله الواحد آمين غدا الأحد المبارك رفاع الصوم الكبير أي اليوم السابق لبدء الصوم وده من هم الأيام في طول السنة كل عام جميعكم والكنيسة والعالم أجمع بخير وسلام معنى الرفاع ليس رفع أنواع من الطعام زي ما يظن البعض أو استبدالها بأطعمة بسيطة فقط بل ورفع القلب إلى الرب بالتوبة والاستعداد أي التدريب الروحية اللي بتعلمها الكنيسة المحبوبة ترك أشياء لا ترضى الله أو ترك خطية محبوبة أو عادة شريرة وفي هذا الصوم المبارك تدريب على اكتساب فضيلة جميلة للاقتراب أكثر والالتصاق بالرب الكنيسة المقدسة أيضاً بتعلمنا في أحد الرفاع المنهج المسيحي في هذه الحياة اللي هو بيقوم على الأركان التلاتة اللي هنشوفها في دروس الغد الصدقة الصلاة الصوم كمنهج بينقل العبادة من الشكلية اللي كانت منهج الكتباء والفرسيين إلى عبادة الحق اللي بيقول عنها الكتاب نعبده بالروح والحق فهنشوف فعلاً في صوم حقيقي إن السيد المسيح له كل الميد بيحرر وينقل النفس من حضرة الناس وطلب المتح الزائف إلى عبادة حقيقية إلى الحضور أمام الله الآب السماوي حتى لو أطيل على حضراتكم أمر على كل القراءات مرور بسيط أولاً نتأمل في مزمور العشية كفوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم أتعالى في الأرض كفوا كلنا عارفين المعنى يعني استاب يعني كفاية توقف هنا المزمور بيطالب المؤمنين خاصة أنه هو دخلين على صوم مقدس فترة لتدريب روح يميل أن نكف عن الشهوات الرضية مش كده بس ده بيطالبنا المزمور أيضاً أن نكف عن الخوف من الشياطين وحروبهم وكل قوة الشر لأنها بلا قيمة أمام قوة الله عشان كده لما نكف وعينناي عيوننا عيون قلوبنا عيون أزهاننا بترتفع مع المسيح المصلوب ثم الصاعد إلى السماء كده بنطرق الاهتمامات الزمنية الأرضية أو الانشغالات الأرضية إلى الانشغال بالحياة السماوية يعني سلوك روحاني فحتى ننتصر على الشياطين نركز عيوننا وقلوبنا على المسيح ونحن في حالة صوم وصلاة فلنضطرب من قوة اللعداء عشان كده بفم الطهر رب المجد قال هذا الجنس ليخرج إلا بالصلاة والصوم عن نائز هترتفع قلوبنا بعد ما نترك شهواتنا الشريرة في توبة عن نائز نعاين عمل الله وتفرح قلوبنا زي بيقول المزمور إنجيل العشية إنجيل معلمنا ماركوس صحيح 11 لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أنت نلوف يكون لكم ومتى وقفتم تصلون فاغفروا لحظة الأولى كانت آمنوا وهنا شروط الصلاة المقبولة الحقيقية فاغفروا حينما وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم باختصار واضحة بيلزم الاستجابة للصلاة شاء ربنا يسمع ويستجيب صلواتنا تكون صادر عن قلب أولا مؤمن يقول خلي عندكم إيمان أنه كل اللي أنتم هتطلبوه ربنا هيستجيبه يبقى إيمان إيمان عملي وعشان يكون إيمان عملي يكون هناك غفران للآخرين فننال غفران أبينا اللذي في السماوات لأنها تكون قلوب نقية قلوب غافرة وإحنا طلبين الغفران لحظوا هنا القانون أراد الرب أن تكون الاستجابة في أيدينا نغفر هنا يغفر أبونا السماوي وتقبل أصوامنا وصلواتنا لحظوا دي المبادئ قبل دخولنا على الصوم المقدس مزمور باكر اعبدوا الرب بفرح ادخلوا إلى حضراته بطرنم اعلموا أن الرب هو الله هو صنعنا وله نحن شعب وغنى مرعا اللي يقدم العبادة المقبولة زي ما شفناها دلوقتي سابقا في الصلاة الدائمة والصوم الحقيقي ربنا يعطيه الفرح لأن الاقتراب إلى الله بقلب ناقي قلب تائب كده أنا اقترابت بجيت في حضرة الله طالما في حضرة الله يبقى في الفرح كله في السلام كله عشان كده الكنيسة تعتبر ايكونة السماع على الارض وهي بتعلمنا العبادة الحقيقية فعبادة الله بتعطي فرح تعطي لزة للانسان وده عربون عربون للامجاد السماوية اذا ده الفرح الحقيقي فعبادة ربنا العبادة الحق مش في افراح العالم وشهواته الزائلة اللي بتخلف وراءها حزنا وحرما اما عبادة الله المفرحة وولتان العبادة الحقيقية بالروح والحق تعطي سلاما دائما ومش بس كده يعني في الكنيسة لكن هنا التمتع الحقيقة ايضا بحضرة الله في المخدع في المخدع امام مجد الله وجماله بيتهلل الانسان ويترنم وخاصة في حياة التوبة والتخلص من الخطايا بنعمة المسيح ومن خلال عطايا الله فأصراره المقدسة ايضا زي ما بنشوف سر الاعتراف سر التوبة في سر التناول اللي بيعطي نقاء للقلب غفران خطايا ونوال حياة ابدا اعلموا اعلموا ان الرب هو صنعنا ونحن له شعب وغنى مرأة احنا الرعية بتاعت الراعة الصالح الامين ايه اللي يخيفنا يعطينا احتياجاتنا قبل ان نطلب عشان كده من المفروض ان نخدمه بامانة ونسبحه في كل حين انجيل باكر رجع تهاني خلي بالكم وده التدريب الروحية اللي بيعيشها المؤمن الحقيقي الفاهم اللي عايز يستفيد من اصوامه وصلواته احنا قلنا في شروط العبادة الحقيقية شروط الصلوات المقبولة نؤمن ان كل ما نطلبه ربنا يسمعه ويستجيب وغفران الخطايا للاخرين مكياس لغفرانه واغفر لنا كما نغفر نحن وعيدنا عشان كده في انجيل باكر في انجيل باكر صح 17 وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه هنا يعني عاتبه زي ما نشوفه في انجيل آخر وإن تاب فاغفر له وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم ورجع عليك سبع مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له فقال الرسل للرب زد إيماننا فقالها الرب لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقلون لهذه جميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم بعد كده يقول متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا أرجعتين وجود شروط العبادة المقبولة عشان ما نضحش وقتنا ما نضحش مننا الفرص غفران خطايا الآخرين وأن يكون لنا إيمان فرصة فرصة عظيمة ونحن في هذا السوم المقدس نعيش هذه التدريب في غفران خطايا أي التوبة وغفران خطايا الآخرين وأن يكون لنا إيمان وإذا فعلنا زي ما قال في الجزء الأخير وإذا فعلنا كل البر ما نتكبرش نقول كده إحنا في خير استحقاق نشعر بعدم استحقاق نقول إنما نحن عبيد بطلون كلمة بطل يعني مش شغال يعني العبد البطل يعني العبد اللي ما عنده شغل يعني عبيد بطلون يعني إحنا ما عملناش حاجة يا رب إحنا عملنا أي في اللي انت بتعمله كل ما نعمل حاجة ما نفتخرش بيا صحيح نحس بسعادة وبرضة إن ربنا بيسمح لنا إن إحنا نشاركه وبنخدمه لكن ما نتعلاش ما نتكبرش لعني نقول كده يا رب إنما نحن عبيد بطلون يعني إحنا ما عملناش حاجة يا رب إنت اللي عملت الرسائل رسالة البوليس يقول كده ما علمنا بوليس الرسول في خدمته لخصها أحواله أثناء الخدمة يقول في تعب وكد في أسهار مرارا كثيرا في جوع وعطش في أصوام مرارا كثيرا في برد وعري إيه ده الرسول العظيم البطرق العظيم القديس بوليس ده أحواله ده أحواله اللي عاشها لكن كان فرحان خالص للسعي بتاعه في طريق المسيح في عبادته ورسالته وخدمته الحقيقية هنا بوليس مع كل أتعابه ويقول كده في أصوام شاني ذكرنا بدية أصوام كثيرة كان بيقمع جسده أكمع جسده أستعبده كان بيقمع جسده بالأصوام اللي كان بيصومها ويقرنها بالصلاوات من أجل خدمته سواء الأصوام اللي قررها الرسل للكنيسة كلها وده بتكلمهم يعني أصوام جماعية ها في أصوام جماعكة أصوام جماعية أصوام كنسية أو الأصوام الأضافية أصوام تاني أضافية من أجل طلب معونة الله الكسل يكون يقول كده معلمنا بطرس في رسالته التانية لصح الأول أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير الذي به تبتهجون مع أنكم الآن شوفوا كلمة الله الحية الحلوة المشبعة المفرحة صحيح في جهات في أصوام في كتير هنا ألمات لكن بيختم بإيه ابتهاج ابتهاج في النهاية يقول مع أنكم الآن كان يجب تحزنونا يسيرا طبعا الجهاد والألمات والإضطهادات آه فيها الألمات فيها لأن المحار الجسد مع الروح كل واحد بيشتهي ضد الآخر في حروب أي وفي ألمات في جهاد يقول إن كان يجب تحزنونا يسيرا بتجارب متنوعة الله هنا بيسهل لنا طريق الطقوة والحياة أعطانا وعود بمجد طب والألمات أجال كده رب المايد في العالم سيكون لكم ضيق مش بس الاتهدات ألمات الجهاد والتدريب الروحية والتخلى عن الزات والكبرياء كل دي ألمات بنجاهد علشانها والخطايا المحيطة بينها والعالم كل دي جهاد فيه ألام فيه بس النهاية إيه هنا نهاية مفرحة نهاية مبهجة طالما عانينا على النهاية المبهجة المفرحة هيهون هذا الجهاد خصوصا الرب له كل المجد معنى 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 يقوين في هذا الجهاد بنعمته بسبب هذه الوعود العظيمة تخلينا ننمو في الفضيلة والجهاد في العبادة الحق لكن من ليس له ومن ليس عنده هذا الجهاد ما زال متمسك بخطيئة لا عايز يصوم صوم حقيقي ولا صلاة حقيقية ولا حضور اجتماعات كنسية ولا التلزز بكلمة الله هو مش عايز مش عايز ينظر إلى إلى إيه ما نظر إليه القديسون ما نظر إليه الرسل ما نظر إليه المؤمنون نظر للمكافأة العظيمة الابتهاج العظيم والابتهاج العظيم مش بس في الأبدية زي ما قلت في البداية الله يعطينا بروحه القدوس عربون الحياة الأبدية هنا صامر روحه القدوس فينا اللي هو الفرح المحبة السلام الابراكسيس كانت قصة كلنا عارفينها مع بولس الرسول هو بيبشر طبعا للأمم فحبوا يعملوا شوشرة كده بعض من اليهود وللأسف كان يهود متنصرين فحبوا يعمل حقيقة كده ببولس فأشاع عنه أنه بولس بحاول بحارب العادات اليهودية فوصل الأمر لمجمع الكنيسة فعايزيني يثبتوا أن بولس مش بيحارب الإيمان فعشان يثبت لهم أن بولس ودقن قانونه لما قال صرط لليهودي كيهود لأربح اليهود فعملوا في مرة قالوا له اسمع في مجموعة هنا محتاجة أن هي تمارس بعض الأمور هنا خذ هؤلاء وتطهر كلام ده اللي براكسيس اللي هو عمال الرسل وأصحح 21 بالتلقين جالوا له كده اسمع عشان نخلص من المشكلة دي عشان ما تعطلش الكرازة والتبشير خذ هؤلاء وتطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا يحلقوا رؤوسهم اللي هو النزل اللي كان موجود عندهم زمان الرسول بولس اللي هيعمل كده ها الرسول بولس يا سلام عطاعة اللي فيه هو عارف إن الكلام ده لا يعطل الإيمان لو ما تعملش فيجالوا لهم كده للرسول بولس ما عليش فيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبر عنك مما أخبره عنك اللي تجال عليك ده عشان يطلع أنه هو مش صح بل تسلك أنت أيضا حافظا للنموذ يعني هيشوفوك بتعمل كده يقول لها ده مش بيضاد ولا بيحارب لم يأت اللي ينقط لم يأت وليه رب كل المجد جال كده عن نفسه ما يجئت لأنقض النموذ اللي أكمل فهنا حض المؤمنين بعد كده لو تجرب على طرق النجاسات هو ده الأهم ونلاحظ هنا مع أنه غير ملزم له فده يبين آه يبين عادل اللطافة اللي كانت في القديس بولس يعني ده على الأقل لو فيه تقوس عبادة في كنساتنا وخاصة أنا يام الصوم ما نحاولش نتفلسف عليها لأن ده صحيح مش هو ده الخلاص لكن بتقودنا في طريق الخلاص الأمور دي اللي هي الوسائط الروحية وصائت النعمة أهل دينا شفنا الرسول بولس التزم فعلينا أيضا بالالتزام في كل ما تقدمه لنا كنيستنا المحبوبة أخيرا مزموره إنجيل الجداس مزمور الجداس بيقول كده المزمور التاني فالآن أيها الملوك تعقلوا تأدبوا يا قضاة الأرض اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة أيها الملوك تعقلوا ما المقصود بالملوك هنا والفئة التانية يا قضاة الأرض اعبدوا الرب بخوف وهتفوا برعدة مال دا ومال الصوم الصوم هو أيام عبادة وخشة وتوبة لحظوا حدث الكلام دا في مدينة نينوى الملك العظيم ملك نينوى لما سمع الخبر دا والإنذار رغم أنه ملك وسني لكن يقولي نزل عن كرسيه ولابس مسوح ونودي وبعط الأوامر بتاعته لا تزوك الناس ولا البهام ولا الأطفال صوم صوم هنا الملك دا تعقل 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 بخوف وهتف وبرعدة مش بس الكلام دا مقصود بالملوك أو القضاة الحق لكن علينا نحن أيضا نحن كلنا ملوك وكهنة جال كده الكتاب طبعا أنا بتكلم هنا عن الكهنوت العام وليس الكهنوت الخاص اه ازاي الكلام دا نحن ملوك لا يسود علينا سلطان خطية وشهوة مولود من الله لا يخطئ والشرين لا يمسوا نحن كهنة اه في الكهنوت العام كهنة نقدم زبائح التزبيح زبيح خدمة الفقراء زي ما أنا قلت في الكهنوت العام ازا يعتبر كل انسان روحي مالكا اهو مالكا وضابطا لنفسه نشوفها بصفر الرؤية اللي يحب يرجع لها ازا نحن اهو الكلام دا لنا كلنا لنا كلنا ونقضي قضات قاضي قاضي نقض بالعدل على ايه خلي بالكم مش عالناس لا على نفسي على تصرفات نفسي اسمعوا احد القدسين كده جال لوحده هو بينصحه من ولاده يا اخي احكم على نفسك جوتشمن يعني انت قاضي على نفسك على عمورك على اسلوكك على ماشيك اللي بتعمله قاضي فترة جميلة فترة الصوم اللي فيها بنحاسب نفوسنا كل لحظة مش اقول كل يوم يا اخي احكم على نفسك قبل ان يحكم او يحكم عليك اذا الملوكه زي ما قلنا وكهن الكلام ده لنا ايه الملوك تعقلوا لي يا قضاة الارض انا بحاسب نفسي بنقدم توبة وانصحاك ودموع حاجة جميلة هنا اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة ايه ده عبادة فيه خوف عبادة خوف لاحي مش عبادة الخوف ده خوف المحبة في الهيبة لرب المجد حبيبنا يسوع اهتفوا برعدة هتاف تم هتاف ده هو الفرح قد العظمة العظمة في المسيحية وفي عبادة الرب العبادة الحقيقية بالروح والحق الفرح الفرح الممتزج بالرعدة الرعدة عن هيبة ملك الملوك ورب الارباب المحب العريس السماوي لنفوسنا يعني اثناء عبادتنا ما نفقتش الخوف والخشوع لربنا بنفرح بان احنا ابناء بنفرح بالبنوة اللي انعم بيها علينا لكن في نفس الوقت لاجل قصرة خطايا احنا بنقول له احنا غير مستحقين يا رب ان احنا نكون عبيد ليك التوبة الحقيقية المرتبطة بالرقب المنحنية والدموع والصلوات المنصحقة عند اذن يمتلق القلب فرح وعزاء في نفس الوقت ابتهاج ورعدة الاثنين مع بعض يقول القديس يحنى زهبي الفم عبادتنا لله يلزم ان تمتلق بها قلوبنا مخافة الهية مقدسة في نفس الوقت تمتلق بصقة وفرح في الرب عشان كده اباء الكنيسة الحلوين بيقولون بيشوفوا ان نوع من التكامل بين مخافة الرب المقدسة والفرح الروحي العبادة يقولوا كده العبادة والنظام الروحي يخلقان ليس فقط نوعا من الرعدة او الخوف انما ايضا فرحا داخليا فرحا داخليا منساش كلمة كان جالها المتنيح البابا شنودة الثالث سمحتها مرة منه في عيزاتهم وهو بيقول كده مرات من قطر المحبة بنزوتها حبة يعني احنا عارفين الله محب لكن مش معنى كده ان احنا يعني نسجد لان لا في مهابة كنت قابن في عينك كنت سيدا اخيرا نيجي الجداس الغد نجيل الجداس زيما قلت لحضراتكم اللي هو احد الرفاع كشان نبدأ صوم مقدس طاهر بيتكلم على الثلاث عناصر الاساسية اللي قلناها في العبادة الصدقة والصوم والصلاة اولا عن صدقة القلب الحقيقية اما انت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء ابوك الذي يرى في الخفاء هو يجزيك على نين كلنا حفظين الاية دي دي الحلاقة الاولى زيما تعلمنا كلمة الله بين الانسان والفقير او المحتاج ودي بيقول عنها ارقى واولى علاقات اذا اذا السعادة 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 ليست في تخزين الاموال او الكترة الممتلكات بل ده القانون الحقيقي في انفاقها في الخير مغبوط هو العطاء اكثر من الاغذ دي الصدقة الصدقة ده كنز كنزوا لكم كنوزا في السماء وده قالوا المسيح له كل المجد بفمه الطاهر وده يبين ان الانسان المؤمن الحقيقي اتكاله مش فعلى ما يملك لا حتى الفقير برضو يكون عنده الشعور ده المؤمن حتى لو فقير الامان والسلام مش في الامتلاك لا في العطف على الاخرين وما يكونش تعلقاتنا هنا تعلقات مادية هنا فقط انما اعيوننا على السماء فيما نسعد الاخرين لان القانون عارفين انه حياتنا جالها كده الكتاب ليست من اموالنا بل حياتنا من الله زي ما شفناه الذي يعطينا ايضا صلاة صلاة القلب متى صليت فلتكم كالمرئين واما انت فمتى صليت ادخل الى مغدعك اغلق بابك صلي الى ابيك الذي في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء يجزيك علانية احنا احنا دلوقتي طالعين الرحلة بتاعة الصوم المبارك المبارك ويقرنها الصلاة ايضا فاشان تكون صلاة مجبولة صلاة من القلب هنا بيقول عنها ازها بي الفم الله يطلب في كل الاحوال النية يعني الداخل القلب انك حتى وان دخلت مغدعك واغلقت الباب شوف حتى لو جفالت وصنعت هذا من اجل المظهر يعني لو كانت الصلاة حتى انت جاءت في الباب مغدعك فان الابواب المغلقة لا تنفعك شيئا الله يريد طب ايه يا رب جال الله يريد ان تغلق ابواب الزهن قد اللي عايزه افضل من غلق الابواب القديس جيروم يقول اننا موجودون هنا وبيتكلم عن الصلاة الصلاة الحقيقية هنا موجودون هنا لا لنحكي يعني يقصد وحن موجودين في الصلاة سواء في الكنيسة او في المغدع لا لنحكي بل لنتضرع ونستغيس ففي الواقع يوجد فارج بين ان تحكي امرا لمن يجهله وربنا يجهل الامور دي وبين من يطلب شيئا ممن يعرف كل شيء ربنا عارف كل حاجة فبيقول الاول اللي بيحكوا بس ده يوجه خلي بالكم الاول يوجه من يحدثه يوجهه يعني عايزه زي ما حاولنا يعمل يا رب كذا وسوه كذا ودينا كذا وعمل كذا فبيقول كأننا انا بنوجه الله كأنه مش عارف له اما الثاني مين الثاني اللي بيتضرع في صلواته بيستغيس جفل ابواب ذهنه وابواب قلبه عن العالم ليتحد ترك الكل زي ما بيقول للأباء ليلتصك بالواحد فبيقول ده بيكرمهم في صلواته يحمده الاول يعود يعني هنا بنطب رحمة في صلواتنا ده اللي بتعلمهن الكنيسة المحبوب يعلمونا الاباء يقول كده احد الاباء الافاضل يعني عايز يقول خلي بالك لاحظ نفسك وانت بتصلي لإلا صلاتك تحتاج إلى صلاة يعني في صلاة قدام الله مقبولة وفي صلاة ممكن تهين وجود الله صلاة الانشغال وصلاة الطلبات السخيفة ومش عارف لا ادي الروح الكدس ده اللي يقوله كتاب ادي الروح الكدس فرصة عشان يعلمنا كيف نصلي نعلم ما نصلي لأجله معرفش لكن الروح الكدس يعطينا كيف نصلي كيف نصلي في حضرة الله بيقول كده احد الاباء صلاة القلب الله بيسمعها قبل ان ينطق الفم اما صلاة الفم تسمعها الازن وحسب يعني ما طلعتش توجد صلاة تقف عند السؤال والطلبة وصلاة تستحي ان تسأل وتطلب الاولى الله في غنى عنها لانه يعلمها والتاني يطلبها يا سلام عايزها ربنا يطلبها الله لانها تريح قلبه اتسكر قول الاحد الاباء ان مأساة العالم اليوم انه قد ترك الصلاة وسعى وراء العقل والحرية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية بمعزل عن الله اخيرا الصوم صوم القلب الصوم الحقيقي في فرج من صوم القلب وصوم البطن فبيقول كده بثم الطاهر في الموعز على الجبل لكي لا تظهر للناس صائما بل أبيك الذي في الخنعمل يا رب قال متى صومتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين يعني مظهرية الصوم لكي لا تظهر للناس صائما بل أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية يا رب يا رب يعني اي ده اللي هصنعه في الخفاء ارضاء لله وحده فقط مش مظهرية الله يكوفق انه علانية طيب في السماء ايه معروف انها في السماء وايضا هنا ازاي السلام اللي بعيش فيه السلام والمغفرة اللي باخدها من ربنا في طلباتي وفي صلواتي وفي أصوامي الحقيقية يقول الأب سئوناس يقول غاية الصوم هو نقاوة القلب أو معاينة الله كأب يتقبل حبنا لهذا يبزل عدو الخير جهده انه يفسد هذا العمل خلال يفسده عايز يفسده ازاي شيطان يقول بيفسده خلال تسلل حب الظهور لو خلق صومي وصلاتي وصدقتي حب الظهور يفسد علي كل شيء يقول يفسده لان يخلي الانسان عنده رغبة في مديح الناس فينحرف بالقلب بعيدا على الله ويصير الصوم عملا شكليا بلا روح بيقول أحد الأباء كما إن المسبح لم يمت إسحاق ما مواجه إسحاق يعني بل عظمه وصار بالحقيقة بركة وجدا للسيد المسيح بالجسد كذلك لا يميتنا الصوم اللي يحاول يهربوا من الصوم يعني أو الصوم الحقيقي بل يبركنا الصوم ويعظمنا ويجعلنا أهلا لبيت الله ورعية أهلا الله ورعية بيت الله مع القدسين أختم بدية في الصوم الصوم ده أول وصية أول وصية وده كانت الوصية الوحيدة في الفردوس كان صوم بسيط أن يصوم الإنسان عن نوع معين من الطعام ولا يتناول إلا من يد الله أراد الله أن يقول لآدم ليست حياتك من الطعام كل شجرة أن تأكل بس ما عادة شجرة واحدة وربنا مش عايزة يزنبه لا ده اختبار طاعة اختبار اللي مش معنى أنك تتمتع بداء تنسى ربنا تنسى ربنا تنسى ربنا وحياتنا ليست في الطعام عشان كده كان قانون الكتاب اللي سمعوه بانا سرائيل ليس بالخبز واحد ويحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ربنا يبركنا ويبرك ما سمعناه لنفوسنا عشان تكون عبادتنا في صدقتنا في أصوامنا في صلواتنا تكون عبادة حقيقية بالروح والحق حتى ما تمتلك نائسنا وبيوتنا وحياتنا بالسلام والفرح والعشرة الحقيقية مع الله لإلهنا كل المجد آمين نصلم عنه نشكرك يا رب من أجل شركة الحب التي فيها أسلمت ذاتك عنا وحبا فينا ساعدنا يا رب بروحك الكدوس أن نبادلك هذا الحب العجيب ونسلم زواتنا وإرادتنا وتدبير حياتنا لديك يا من معه أمرنا أيها رب لله نريد أن نحيا زمن الصوم هذا في صدق كلامك يا رب نريد أن نحيا زمن الصوم المقبل في صدق كلامك أعطك يا رب أعطك يا رب جميع حواسنا وحررها في هذا الصوم المبارك لنحيا مقدسين لك أنت وحدك اشفي يا رب كل المرضى عز يا رب كل الحزانة والمتألمين راحة يا رب للمتعبين انقذ يا رب كل المتضايقين يا رب احفظ جميعنا وإحفظ كنائسنا احفظ بيوتنا وأولادنا في سلامك الكامل يا رب طلب خاصة من أجل العالم احفظه يا رب احفظ يا رب في هذه الأيام العالم كله من الشرير ومن الشرور ومن الحروب يا رب سود بسلامك خاصة الحروب التي قاتت في هذا الأسبوع يا رب تدخل بسلامك يا رب احفظ العالم أيضا من الأوبئة يا ربي احفظي رب العالم من الأوباء يا ربي اعطينا فرح نفوسنا فيك لكي يتمجد اسمك الكدوس من الآن وإلى الأبد آمين